شباب صباحي أرسالة فيك اليوم بدنا نحكي عن مؤتمر سامسونج طبعا مؤتمر سامسونج أهم بارت فيه هو موضوع فولدبل فونز يلي عم نحكي عنه عنه هنالأجهز القابل للطيب لا تنسوا نبدعمكم بلايك سبسكرايب وإذا عندك أي كومنت ترقية تحت وخلنا نبلش بأول جهاز طبعا الجهاز العملاء الكبير يلي هو الجالكسي زي فولد 3 طبعا هيدا الجهاز الحلو في انه هو سابورت لألم انه صار فيك تستعمل فيه الألم تعرفوا قبل بالفولد 2 اللي عرضتوا عندي طلبت من سامسونج وكل عالم يمكن بيطلبوا بهذا الموضوع يلي هو انه أهم شيء الألم يعني تخيل انت فولد فون معه ألم بيكون رائع جدا وهيدا الشي صار بس طبعا الألم منه جوات البضي هو عبارة عن ألم خارجي تستعمله مع الجهاز بطريقة عاملينها كتير حلوة طبعا الجهاز هو وترزيست وهيدا الشيء كتير مهم لانه بتعرفوا انه فولد 2 كان مشكلته هو انه فوت غبرة ووسخ وبالآخرين شاشة الداخلية هي 7.5 انش واكيد عندك السكرين هي 6.23 انش هي الاكسران واكيد طبعا 120 هرتز وهي الريفرش ريت او معدل تردد الشاشة بالنسبة للكاميرات عم نحكي على 12 ميجابيكسل وهذا الشيء كتير منيح والفرونت كاميرا عم نحكي على 10 ميجابيكسل اما بالنسبة للتليفونتان وهو Z Flip 3 وهذا الشكل الرائع اللي كلا عالم بحبه عليه طبعا اكيد 12 ميجابيكسل كاميرا وعندك 1.9 انش سكرين الخارجية وعم نحكي على 120 هرتز تردد الشاشة ويأتي بألوان كتير وهنا 4 ميجابيكسل وعندك 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 بالنسبة للساعات عم نحكي على ساعة الجالاكسي واتش اللي بتيجي طبعا احنا حكينا على الموضوح انه هايدي الساعة عم فروضة تغير شيء وهنا قايلين بالمؤتمر انه الساعة غيرت كتير تفاصيل والساعة من انتاج جوجل وسامسونج مع بعض فهيدا الشيء عطاها القوة طبعا لا تنسوا جوجل يعني عم نحكي فتبت فساعة فتبت كمان مهمة في عندها وعندها كتير واكيد في منا نوعين اللي هي 40 مليمتر و 44 مليمتر واكيد في عنا شيء اسمه البدز 2 اللي هي السماعات السامسونج اللي يغيروا فيها كتير تفاصيل وحسنوها من ناحية الأداء ومن ناحية الصوت واكيد والتغييرات من موضوع والشغل الأهم اللي هي عزل الضوضاء فهذه هي شكرا كتير لكل شخص المان لا تنسوا نبدعمكم بلايك وسبسكرايب وإذا لديك أي كومنتر شكرا كتير السلام عليكم شكرا